معنا بقى موضوع تاني خالص وهو منتخب مصر اللي مقبل على بطولة كأس الأمة الأفريقية اللي هتبدأ في 9 يناير أعتقد القيمة تم إعلانها ومع إعلان القيمة كان فيه لغة كتير ولكن نستعرض الأول للقيمة اللي خرج علينا ميستر كروش بيها عشان يفاجئ الجميع اللي كان البعض منه مش متفاجئ وإحنا منهم دي قيمة المنتخب الوطني في حراسة المرمى محمد الشناوي أبو جبل محمد صبحي محمود جاد والمدافعين أكرم توفيق عمر كمال أحمد حجازي الونش أيمن أشرف وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم ناشئ الأهلي ومحمود علاء وسط الملعب كان عمر السلية حمدي فتحي إمام عشور عبدالله السعيد ومحمد النني وأحمد السيد زيزو ومهند لاشين وفي الهجوم عمر مرموش ومحمد شريف ومصطفى محمد ومحمد صلاح محمود حسن تريزي جيه رمضان صبحي وتم إضافة وده الغريب جدا لأن دول ما كانوش موجودين أصلا في القيمة مروان حمدي إبراهيم عادل ومحمد حمدي الظاهير الأيصر ليه ما كانوش موجودين وليه تواجدوا كواليس كتير جدا عن القيمة هنكلمكم فيها شاف اختيارات كروش إزاي وشاف اللي بيحصل واللعاب اللي خرجت تقييمك إيه لاختيارات كروش خلينا أولا اتطفق على فكرة أن من حق المدير الفني اختيار أي قيمة يلعب بيها يعني هو في النهاية هو المسؤول زي ما هو من حقه اختيار طريقة اللعب اللي تناسب أفقاره نتطفق بقى مع ده أو نختلف معاه في النهاية ده حق للمدير الفني لكن من حقنا احنا كمان أننا نبدأ نختلف أنا بالنسبة لي ما بحبش فكرة المدير الفني اللي ممكن يكون ثبات على طريقة 4-3-3 ومحاولة توفيق الأوضاع عليها ولكن في النهاية هو المسؤول النقطة التانية بالتأكيد كان الحديث عن فكرة استبعاد محمد مجدي أفشا يعني مش بس بيصير التساؤلات ده بيصير الدهشة لأن محمد مجدي أفشا مساهم في أكبر عد أهداف في ولاية الكابتن حسام البدري وأيضا مساهم في أكبر عد أهداف في ولاية كروش صنع هدفين وسجل هدفين يعني أربع أهداف بالتساومة محمد شريف وهم الأعلى ولكن خلص في قناعات لدى المدير الفني أن أفشا ما يكونش موجود إحنا مع قناعات المدير الفني هو المسؤول الأول ولكن المعطيات اللي هو قدمها دي لازم هيتم محاسبته عليها في نهاية بطولة أفريقيا وكلنا أمل أن إن شاء الله منتخب مصر حتى لو كانت المعطيات بتقول أن أنت ممكن ما تصلش بعيد لا كلنا أمل ودعم لمنتخب مصر أن إن شاء الله نصل للنهائي ونحقق البطولة ده بس عشان يا فارس بعض الناس ممكن يفكر أن أي انتقاد بيتم توجيهه لاختيار فني أنه موقف ضد منتخب مصر